اشتركوا في القناة اتحاد جدة السعودي خلال الساعات القليلة المقبلة في صفقة تاريخية خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية وقالت قناة الرياضية السعودية ان النجم المصري محمد صلاح سيخقود اخر مواجهاته بقميس ليبربول امام نيوكاسل يونيتد مساء غدن الاحد قبل ان يتحول الى مدينة دبي من اجل الخضوع للفحصات الطبية تمهيدا للدمام الى نادي الاتحاد وكان الصحف الايطالي الشهير المتخصص في اخبار الانتقالات اللاعبين رودي جاليتي قد اكد ان محمد صلاح ابلغ مسؤولي ليبربول رغبته في الاندمام الى اتحاد جدة لبدء تجربة جديدة في الدور السعودي للمحترفين واضاف الصحفي الشهير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر القرار النهائي متروك لادارة ليبربول والمدرب الالماني يورجن كولوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا